وجه تحية لكل من يتابعنا في داخل سوريا بكل المحافظات أيضا يتفاعل معنا وبخارج سوريا وبخاصة للأعزاء المطربين السوريين في مختلف البلدان على الأخص منهم الإمارات لتأتي تعليقات كثيرة منهم إلينا وطبعا في باقي البلدان العربية والغربية بالإضافة إلى الأشقاء من العرب الذين يتابعون ويتفاعلون معنا ويرصدوا تطورات المعركة وتحركات وإنجازات الجيش لحظة بلحظة هناك رسائل تأتي من السعودية من الجزائر من موريتانيا من السودان من العراق ومن مختلف الدول العربية والأجنبية على كل حال سأقرأ معكم هذه التعليقات وأبدأ مع الدكتور عبدالله خليل الذي يقول فرحتنا من فرحة أهل حلب ودموع الفرحة والانتصار هي لأهل حلب والغصة التي لستمتعون لبنا هي عكل روح حلبية بريئة راحت بها الحرب الظالمة وعلى أيض شياطين الأنس مبروك لحلب الحضارة حلب الصمود حلب العزة طبعا سأقرأ جزء من هذه التعليقات ناء الحسن يقول من كربلاء المقدسة إلى سوريا الأسد نبرك لكم النصر ونقول لكم عشتم وعاشت سوريا عماد سهدو الله يقوي الشباب ويحميهم والله إنجاز كبير وإن شاء الله كل سوريا والرب يرحم الشهداء والشفاء العجل لكل جرحة دام عزك سوريا علي حسن الله يرحم جميع شهداءنا ويفك أسرانا ويحمي قائدنا وجيشنا وإن شاء الله عقبال النصر الكبير زينب محمد الله يحميكم يا أطهر وأشرف الناس حمات الدياري عليكم سلام نزار جاموس منصورين يا رجال يا عزنا وفخرنا حماكم رب العزة والجلال ياسين لاريبي إن شاء الله كون لفص الاسم صح حلب في طريقها للتحرر شكرا للجيش السوري البطل زينب الحمود الله محي الجيش ويديم نصره ويديم نصره محمد نور سرميني الله يحميكم وينصركم يا رب شامي كان الله يعطيكم العافي والقادم أعظم حافظ محمد أسد الله يحميهم وينصرهم نور الهدى محمد صلنا سبع سنوات ولا تعبنا معك حق وإن شاء الله الإنجازات عم تتحقق يا نور شامي كان أيضا الحفاظ على النصر أيضا في تفاعل على المباشر الذي موجود على صفحتنا ضمن التغطية الخاصة هناك ليف أسد ابن الشام يقول أتابعكم من العراق الله ينصر جيش سوريا ورجال المقاومة العربية الباشا مختار عم تابعكم والآن مباشرة من الجزائر شكرا جزيلا لكم شقائنا في الجزائر وفي العراق وفي كل بلد تتابعون نبض المعركة حاليا في سوريا فريد ديزا ديزا هكذا الاسم الله يحميكم ويحفظكم يا رب والنصر بإذن الله أدمى هاماتي ربنا ينصرك سوريا الحبيبة على كل أشهر والطامعين راغب الوانوس شكرا جزيلا لك أنور عبد الله أتابعكم من جدة السعودية طبعا سنكمل بالتأكيد مع كل التعليقات وعد التي ترد على صفحتنا على الفيسبوك الذين يتفاعلون مع هذه التغطية المباشرة أعود